المشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأمريكي وعضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي سيقدم تعديلا على مشروع قانون الأصول الأجنبية والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فأغزيدان إذ ينظر إليه على أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق النائب والتزا وعبر طرحه لمقترح المشروع قال إن على النظام الإيراني أن يفهم بأن الكونغرس الأمريكي لن يسمح للمرشد الإيراني خامنئي بتحويل العراق إلى دولة تابعة داعيا المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فأغزيدان وآخرين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر جيدا صحيفة بيكونفري الأمريكية نقلت عن مشرعين أمريكيين اتهامهم لفأغزيدان بالهيبنة على المحكمة الاتحادية وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران مصادر قانونية رأت أن إصدار مشروع القانون الأمريكي الجديد وتنفيذه سيؤدي إلى منع السلطات الأمريكية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فأغزيدان وعموم السلطة القضائية كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها وإذا ما تم تبني هذا الإجراء فسوف يمثل المرة الأولى التي ينادي فيها الكونغرس وبالتالي إدارة بايدن بالاسم قادة سياسينا في العراق ممن مكنوا إيران من استخدام العراق لإثارة الإرهابي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر